هذا وقد أكد معالي الدكتور نايف فلاح المبارك الحجرف الأمن العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أكد أهمية عقاد قمة جدة للأمن والتنمية وثمنا المبادرة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي أحده وشدد معالي الأمين العام على ما تمثله هذه القمة من منصة إقليمية ودولية لتناول ملفات الأمن وتحدياته ومجالات التنمية وتطلعاتها ولتكامل الجهود نحو تعزيز الاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم لسيما في ظل ما تشهده من تحديات متسارعة وعلى المستويات والمجالات كافة وشدد الحجرف على إيمان مجلس التعاون بدوره البناء والمحوري كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في المنطقة وكنموذج رائد للتنمية الشاملة ومحرك للاقتصاد وشريك نحو المستقبل من خلال تعزيز مكانته وحضوره على الساحتين الإقليمية والدولية وعبر معالي الأمين العام عن تطلعه لأن تمثل قمة جدة للأمن والتنمية انطلاق مرحلة جديدة ترتكز على الفهم المشترك للتعامل مع تحديات الأمن والاستقرار والعمل الجماعي للتعاون في مجالات التنمية والازدهار لتحقيق الأهداف المشتركة وبناء المستقبل